للماتش بقى خليجي خنيه معاك محمد وماتش بلجيكا وروسيا وطبعا بلجيكا من المنتخبات القوية جدا نعمت أقوى منتخب في المستوى لا هو طبعا تصنيف أول بالنسبة للكرة العالمية وبالتالي النهاردة منقاطه الروسيا روسيا كانت تستضيف كاس العالم يعني كانوا قويسين جدا في البطولة لكن ما بعد ذلك طبعا ما حصلش الاستمرارية في الشكل اللي اعنا شفناها في كاس العالم وده دليل النهاردة ان بلجيكا النهاردة بتتلاعب بروسيا بشكل كبير جدا وفوزة 3-0 بالضبط هي بلجيكا النهاردة كانت في المباراة سهلة جدا مباراة مع المنتخب الروسي المنتخب الروسي بيعتمد بشكل كبير جدا على القوى البدنية ما عندهمش نجم المدرب بتاحهم مكمل معهم من 2018 من كاس العالم لحد النهاردة برضو ما اعتقدش ان هو عمل التوليف القوي اعتقد ان هو كان في اختبار صعب اول نهاردة مع المنتخب بحكم وقوة المنتخب البلجيكي شفنا طبعا غياب دي بروين دي بروين يعني قلنا انه ممكن يكون بيأسر ما أسرش بأي شكل طبعا طبعا لوكاكو اعتقد ان هو يعني هيكون سيطر مبدئين على هدف البطولة من اولها كده جايب حذفين النهاردة اعتقد ان هو هيكون هدف البطولة دي اعتقد ان هو مهاجم صعب جدا مهاجم قوي جدا بدنيا يعني انا قلت النهاردة هدف تاريخ البلجيكا على فكرة بالضبط كمان وجود هنري انا عايز تشيل الموضوع ده برضو وهنري موجوده في الجهاز او الطاقم الفني للجهاز البلجيكي الجهاز الهجومي بالضبط فارق جدا مع لوكاكو حتى في الفينشنج بتاعه في الحسنة التهديفية اللي عنده هو مدرب مخصوص للمهاجمين بالضبط المجايدون لدرب المهاجمين بس اللي بتتبعنا يعني الوضع دلوقتي بقى فيه مدرب لكل خط هو روبرتو مدرب المهاجمين بس زي محرك برضو قلت بلجيكا يعني مصنف الأول عالميا صعد لليورو بنسبة فوز 100% في حدث ولا حرج على المتخب بلجيكا اعتقد انه هيكون من الفرق المنافسة بشكل كبير ولا يوصل لنقاط بعيدة جدا في البطولة جدا صحيح